اشتركوا في القناة فسواها كيف خلد عبد الله الرضيع في التاريخ لماذا أصبح هذا الطفل أشهر طفل في العالم كله هل لأنه كان رضيعا قتلوه ظلما وعدوانا فأصبح رمزا لكل عطشان لكل جائع لكل طفل يراق دمه بالباطل أم لأن هناك سر آخر السر الحقيقي أن الله هو الذي قبض دم الرضيع الحسين في كربلا بعد أن قتل الرضيع رمى بدمه إلى السماء وحسب أحاديثنا فإنه لم ينزل من السماء قطر من دم عبد الله والله الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه فدم الرضيع هو دم يملأ الكون كله وليس فقط الكرة الأرضية وتاريخ البشرية فقط الله مع الحق المطلق وضد الباطل المطلق وعبد الله الرضيع كان حقا مطلقا لا يستطيع أحد أن يبر مقتل طفل رضيع جائع على وشك أن يموت عطشا وجوعا لا يمكن هذه جريمة كاملة ارتكبها أعداء أهل البيت سلام الله عليهم فأصبح عبد الله الرضيع هو رمز الإيمان بالله ورمز التقوى ورمز الصلاح ورمز الشهادة ورمز الإيمان ورمز الفضيلة طفل بريء والطفل البريء هو مثال لكل الأبرياء في التاريخ وقف الله مع عبد الله الرضيع وجعله شفيعا لأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فمن عنده حاجة فليتوسل بعبد الله الرضيع وأيضا أصبح عبد الله الرضيع موئل حاجات الناس الدنيوية والأخروية جرب هذا الأمر إذا أصبحت عندك حاجة مستعصية إذا كنت محاصرا بمشكلة ولا ترى فرجا لها أطلب من الله بحق عبد الله الرضيع بدم الرضيع أن يفرجها ربنا عز وجل عنك الله مع الحق المطلق وعبد الله الرضيع هو حق مطلق نتوسل به لأنه مع الشهداء في كربلاء شهداء الإمامة شهداء الكمال للدين شهداء الإسلام شهداء الدين شهداء الفضائل شهداء جميع القيم التي جاء بها الأنبياء لأممهم ومن هنا أصبح عبد الله الرضيع خالدا خلود السماوات والأرض وأصبح أشهر طفلا رضيعا في التاريخ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين شهداء 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 شهد لأنه